في السياق نفسه وسياق الجرائم او الحوادث احنا اصاد النهاردة حكم من دائرة محكمة النقط برئاسة مستشار محمد عيد محجوب بتأييد قرار محكمة الجنايات بادراج لعب المنتخب مصر السابق محمد ابوتريكا و1528 شخص من بينهم قيادات بجمعات الاخوان على قوائم الارهابيين لمدة خمس سنوات تنتهي في 1 مايو 23 أنا يعني هذا حكم نهائي بات لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه أنا لن اتحدث عن هذا الحكم ولن اتحدث عن حيسيات ولن اتحدث عن اي شيء له علاقة بالحكم غير هذا الجانب فقط وهو ان انا اسأل السادة بقى معلقي كرة القدم المصريين السادة محللين كرة القدم السادة بقى البرامج الرياضية الاخوة في النادي الاهلي الاخوة في الصحافة الرياضية الاخوة في المواقع الرياضية هل يتم التعامل الآن مع محمد ابوتريكا باعتباره نجم الاهل المحبوب اللي كل ما يحصل حوار صحفي يتسئل عن جمال ابوتريكا وحلوة ابوتريكا وعظمة ابوتريكا او كل عنوان يتقال في ابوتريكا يعني هل يمكن ان تجري يعني الحياة الرياضية في مصر على دي الدرجة من السزاجة والبلاها بانها تقعد تعظم وتقدم نجومية مش متهم بالارهاب مدان بتمويل الارهاب يعني انا مقدر طبعا فكرة حتى لعب وانتخب مصر او مقدر موهبة ابوتريكا وان كنت انا رأيي ان موهبة ابوتريكا كان رأسها كلها للاهلي ويستحق ان يكون واحدا من اهم لعب الاهلي على مدى تاريخ هذا النادي لكن بالنسبة للمنتخب مصر انا قلق في التعامل معه باعتباره نجم عظيم يعني قدم وفعل لانه الحقيقة حتى لما نشوف مرتين لصعود للكاس العالم كان يعني بطلا لفضيحة ستة واحد في غانا وكان واحدا من المهزومين في مباراة الفاصلة ثم درمان مع الجزائر فلا اعتقد انه فعل ما فعله محمد صلاح او غيره من النجوم الذين اوصلوا مصر منتخب مصر كاس العالم وهو يعني كي يقال انه نجموهم يعني حتى بطولات مصر الافريقية التلاتة في عصر الكابتن حسن نشحاتة 2006-2008-2010 لم يشارك في 2010 اصلا كابتن ابوتريكا وفي 2006-2008 لا كان هو حصل على جائزة احسن لاعب ولا هدف البطولة يعني ما علينا في تقييم يعني ابوتريكا في النسبة للعيبة التاريخية انما هو تاريخي في الاهلي لكن لابد انه نفصل بوضوح بالنجومية لا تسمح لك انك انت يعني تتعام تغض الطرف عن انه مدان بتمويل الارهاب وإلا يبقى مجتمع رياضي بيهرج يعني يبقى مجتمع رياضي فعلا غير منضبط ومنفالت تماما وبيقرر ان مشاعره الشخصية وانحيازاته في كرة القدم تجب ولاقاته الوطنية او تجب التزامه بالقانون يعني لو انتو نويين تتكلموا عنه تقول المدان بالارهاب انما لا يمكن باي حال من الاحوال انه يتحول الى ايقونة ويقدم كقديس ويمتدح للنهار على برامجنا بالمناسبة اللي هي في الاستوديوات اللي جنبنا دي على اعتبار انه ايقونة وعلى اعتباره النموذج ومثال اتريد ان تقدم لي شباب مصر متهم مش متهم مدان بتمويل الارهاب على انه قدوة نموذج حاجة تتبع قيمة كويسة انا لا شأن لي بشخصية ابو تريكا على فكر انا يهموني الان اتحدث عن ابو تريكا المدان بالارهاب هل انت مستعد مستعد كوسط رياضي ان يفضل ايقونتك مدان بالارهاب في حكم بات هل الصحافة الرياضية والمواقع الرياضية والقنوات الرياضية والمسؤولين عنهم ومن يدرهم سينتبه الى الفخ الاخواني لتعظيم ابو تريكا كأنه ضرب لمصداقية تهمة الارهاب وضرب لمصداقية اساسا انه فيه ارهاب يعني من ينجح في هذا العواطف المتأججة لكرة القدم والانحيازات العصبية المتعصبة في كرة القدم ولا ننحياز على الاقل في حد الادنى لحكم القانون ولحكم المحكمة هذا امر لا يجوز بحي حال من الاحوال عشان عاطفتك ومشاعرك او ولائك لنادي او حبك للاعب واداءه على البصاط الاخضر انك تفرضه علي وهو المدان بالارهاب او انك تفضل تقدمه كلاعب يا اخي يعني بعض اللاعبين الذين تورطوا في قضايا مخدرات رغم موهبتهم لا يقدموا كهذا ابدا باعتبر نموذج ومثال بعض اللاعبين الذين يعني انحرف بهم المصار بعد نجوميتهم لا يقدموا ابدا باعتبرهم يعني نموذجا ومثالا لا يمكن باي حال بالاحوال نجمع عشان نجمع عمد حضرتك تحولهولي الى ايقونة امعانا في تحدي مجتمع بالكامل يرى في الارهاب ارهابا ويرى في الارهاب جريمة قاتلة ضد بلده وضد حياته وضد عشته مش عشان نقول هنا ولا نكاية في حد ولا رغبة في تنجيم لاعب في فريق انك انت تهدر قيمة الوطن او تهدر قيمة القانون او تهدر حتى القيم الاخلاقية هذا للانتباه فقط ترجمة نانسي قنقر